تصنيف الأهداف يمكن تصنيف أهداف المنهج المدرسي إلى ثلاثة مجالات هي المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال المهاري أولاً المجال المعرفي ويتضمن هذا المجال اكتساب المتعلم المعارف والمعلومات وفهمها والتفكير في كيفية تطبيقها وتحليلها وتركبها وتقويمها والمعارف في هذا المجال تتضمن الحقائق والمفاهيم والمبادئ والتعميمات في أي مادة دراسية لأي صف دراسي في أي مرحلة تعليمية وقسم بلوم هذا المجال المعرفي إلى ستة مستويات هي التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم وبالنظر في هذا الشكل يلاحظ أن مستوى التذكر جاء أدنى هذه المستويات ثم في أعلى هذه المستويات التقويم والذي يعد من أعقد المستويات العقلية في هذا المجال كما أن المستويات السهلة في هذا الشكل جاءت في أدنى هذا الشكل الهرمي بينما ازداد صعوبتها كلما اقتربنا منها أعلى هذا الشكل الهرمي من هنا كان على المعلم عند صياغة أهداف هذا المجال المعرفي أن يراعي هذه المستويات الستة فيبدأ بمستوى التذكر أولا والذي يعني باستدعاء أو تذكر المعلومات التي تعلمها الطالب وفي نفس الوقت هذا المستوى يعد أدنى مستويات القدرات العقلية بمعنى أن المعرفة في هذا المجال تعد أدنى نتاجات التعلم في هذا المجال المعرفي ولكن هذا لا يعني إهمال المعلم لهذا المستوى التدريسي بل هذا المستوى مهم لأنه تتوقف عليه المستويات المعرفية الأخرى ثم بعد ذلك مستوى الفهم والذي يهتم بإدراك المعاني والمعلومات والبيانات وترجمتها وتفسيرها ثم مستوى التطبيق أي توظيف المعارف والمعلومات في مواقف جديدة ثم بعد ذلك مستوى التحليل والذي يقصد به تحليل المعلومات والمعارف إلى مكوناتها الجزئية وإدراك العلاقات بينها ثم مستوى التركيب أي تركيب أو جمع أجزاء هذا الشكل أو النموذج في المادة الدراسية وأخيرا يأتي مستوى التقويم والذي يعني بإصدار حكم على قيمة في الدرس أو فكرة معينة أو نظرية ما